تقام اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 البطولات التالية بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25 وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية كأس كارباو وكأس إيطاليا والدور السعودي في بداية الفيديو نرجو من حضرتكم الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة الجديد دائما الآن مع تفاصيل المباريات أولا مباريات كأس الخليج العربي خليجي 25 حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الثانية وهي كالتالي المباراة الأولى الإمارات ضد الكويت تقام ثم من الساعة الثالثة والربع عصرا بتوقيت مصر والربع والربع بتوقيت السعودية والخمسة والربع مساء بتوقيت الإمارات وتزع المباراة بالثنباشر عبر قناة دبي سبورت وان وقناة الكأس وان اتش دي وقناة أبو زبي الريضية وان اتش دي المباراة الثانية قطر ضد البحرين تقام ثم من الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت مصر والسبع والربع بتوقيت السعودية والثمين والربع بتوقيت الإمارات وتزع المباراة بالثنباشر عبر قناة دبي سبورت وان وقناة الكأس وان اتش دي وقناة أبو زبي الرياضية وان اتش دي ثانيا مباراة كأس رابطة المحترفين الانجليزية كأس كراباو حيستقام اليوم مباراة بالدور الربع النهائي وهي كالتالي المباراة الأولى نيو كاسل اونيتد ضد ليستر سيتي تقام ثم من الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحدية عشر مساء بتوقيت السعودية وتزع المباراة بالثنباشر عبر قناة بين سبورت وان اتش دي براميوم المباراة الثانية منشستر يونيتد ضد شارلتون اثليتك تقام نفس التوقيت العاشرة مساء بتوقيت مصر والحدية عشر مساء بتوقيت السعودية وتزع عبر قناة بين سبورت وان اتش دي براميوم ثالثا مباريات كأس ايطاليا حيستقام اليوم مباراة واحدة بدور الستاشر وهي كالتالي انتر ميلا ضد برما تقوم ثمان بالساعة العشرة مساء بتوقيت مصر والحدات عشرة مساء بتوقيت السعودية وتزاع المباراة الثمباشرة عبر قناة أبوزاب الرياضية بريميوم وون رابعا مباريات الدوري السعودي حيث تقوم اليوم مباراة واحدة بالجولة خمستاشر وياك التالي الرائد ضد الهلال تقوم ثمان بالساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية وتزاع عبر قناة S.S.C.1 HD